احنا الناس اللي بتحكم فضلة الشيخ على الانسان المنتحر بانه كافر وخارج عدل ميلا ممكن احنا ما ينفعش نحكم على الناس يعني ما ينفعش نحكم على المنتحر انه هو في النار او في الجنة وما ينفعش نحكم عليه اللي هو كافر او فعل كبير من الكبير ولكن اللحظة الفوريكة وبين الدكتورة قالتها انه ممكن في لحظة ضعف الانسان يصاب بمرض زهني او يحصل له خلال في هرمونات المخ او في اخوة كرران انتحار فاحنا الانسان اللي اقدم الانتحار انسان كافر ولا فعل كبير من الكبائر يحسب عليها امام الله هو يعني قبل انه بين هذا الحكم لو نظرنا زي ما الدكتورة ذكرت في مسألة عند نزول صدمة او شيء او فقدان عزيز ونحو ذلك لو نظرنا الى تعاليم دين الحنيف لو وجدنا مثلا ورد في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن اذا ابتليته بفقد من يعز عليه فقده الفيصل بقى ايه فصبر لا جزاء له عندي الا الجنة علشان كده العلماء يقولوا ايه الصبر مر لكن ثمرته حلوة وليس امرا سهلا علشان كده ورد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير الحساب فالجانب ده اذا موجود عند الانسان مهما نزل عليه من البلاية والمصارب والمتاعب نعم بتلاقي عنده قوة بتشوف واحد مثلا هو ازاي متحمل كل ده وتلاقيه راضي ومبسوط وسعيد لاه لانه يعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء الاميام عشان كابت بهذه النقطة والانبياء والصحابة وكل الناس دي مرت عليها ايام صعبة الانسان لا بد ان يضع في ذهنه ولا بد ان يضع في اعتقادي ان الدنيا دار بلاء ليست هي الحياة الحقيقية انما هي دار ممر فمهما اصابه فيها من بلاية من هم من امور فصبر وسلم امره لله فانه يجاز في الاخرة خيره وقضاء الله نافذ وان اعترض على الله وقتل نفسه وفعله وفعله النقطة هنا فضلة الشيخ الناس اللي بتقول ان المنتحر كافر ما هنا بقى ان بيان بقى الحكم لا بد من بيان الحكم في هذه المسألة تمام العلماء يقولوا المنتحر على قسمين او حكمه على قسمان اما ان يكون بهذا الفعل خرج من الدين واما ان لا يكون خرج من الدين متى يكون خرج من الدين ان كان فعله هذا فيه اعتراض على قضاء الله اعتراض على ما قضاه الله وقدره فكفره لا يكون لانتحاره او لقتله لنفسه انما كفره بسبب انه لم يسلم لامر الله لقضاء الله وقدره بل اعترض على قضاء الله واول كفر حصل بسبب الحسد وكان الاعتراض على الله لما حصل من ابليس ابليس لو كان مثلا امر باستجود فلم يسجد وانتهى الامر كان عاصيا لكنه اعترض على الله تبارك وتعالى الا ابليس ابى واستكبر فده المشكلة هنا وهو كفر الاباء والاعراض انه لم يسلم لم يرضى بقضاء الله وقدره بل اعترض على الله عز وجل عشان كده ان في كل الاحوال قضاء الله نافذ سواء الانسان من يسلم لله او اعترض على الله هو قضاء الله نافذ في الحالتين اما انه لو سلم لله يكون فائزا رابحا ولو اعترض على الله يكون خاسرا والعياذ بالله فده الحكم الاول او استحل هذا الفعل استحل يعني قال انه ده حلال وانا اعمل انه عايز ومشعر فيه استحل هذا الفعل الله يقول في القرآن ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم فده الامر الاول الامر التاني اللي هو الحكم التاني يبقى حضرتك كده لو ايا اسم الرحمة الله اللي هو اعترض على قضاء الله فده كده بالنسبة ده يموت على الكفر بيكون لا لانه استحل ما حرمه الله تمام واعترض على ما قطاه الله وقدره فده يبقى كفره ليس بسبب القتل ولكن لهذا الفعل تمام لهذا الاعتقاد لهذا الامر ده الامر الاول الامر الثاني لو هذا الانسان هو يعني مسلم لله تبارك وتعالى وغير معترض على قضاء الله وقدره انما يعني ضاقت به الدنيا وضاقت به الحياة فظن انه المخرج الوحيد عشان يخلص من كل الهموم دي انه هو ينتحر اللحظة دي هو كمدرك لعملية الانتحار هو مدرك طب مدرك ليها لكنه ليس اللي هو لو مات هيكون فاعل كبير من الكبار لكنه ليس مستحلا تمام لكنه ليس مستحلا لهذا الحرام لكنه ليس معترضا على قضاء الله انما هو فاك هو ظن بنفسه ايه انه ده المخرج انه عشان نخلص بقى من الدنيا واللي فيها الحيثة دي دايما بنقول يا مثلا ربنا الاعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم بنفسية المنتحر لا وفي ساعة ايولك الانتحر ده ممكن يكون اصلا هو كان فقد عقله قبل من انتحر ده كلها امور تانية ده امور تانية ده امور تانية عشان كي قلنا الامر متعلق بشقين الشق الاول وذكرنا انه متى يكونوا كفرا اما الشق الثاني وده بالغالب بيكون عليه كثير من الناس بالغالب العام بتلاقي كثير من الناس بهذه الطريقة غير مستحل لهذا الفعل وغير معطلد على قضاء الله وقدره انما هو فكر ان المخرج الوحيد له من هذه المشاكل والمتاعب انه يريح نفسه ويخرج من هذه الدار والحديث ورد ان اتنين من الصحابة طفال ابن عمر كان في صحيح مسلم واحد اتنين من الصحابة خرجوا الى المدينة فالمدينة في اول الامر كانت تأتيها الحمى ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم انقل حماها الى خارجها الى الجحفة ونحو ذلك فالمهم حصل له بعض الامور ومرض وتعب فاخذ سهما وقطع برامجه اطع صوبعه فسال الدم الى ان مات فرآه الطفيل في الرؤية وهنا سيدنا الطفيل عرضها على النبي رآه في الرؤية قال له ما فعل الله بك رآه بحالة حسنة قال له ما فعل الله بك قال غفر الله لي بهجرة الى نبيه ولكنه وجده قد غطى يده اصابعه فقال له ولم تغطي يدك فقال قيل لي ان لا نصلح ما افسدت في الدنيا فالطفيل ابن عام لما جاء الى النبي وقص عليه ما رأى ونحو ذلك فالنبي ماذا صنع عليه الصلاة والسلام ورفع يديه الى السماء لانها قبلة الدعاء وقال اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر ما دعا له النبي بالمغفرة يعني النبي لا يدعو بالمغفرة ما فيش حد يحكم على المتحر بالكفر او التي